موسيقى أحباء طلبات وطالبات الشهادة الإعدادية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس التاريخ للصف الثالث الإعدادي والتي سوف نتناول فيها الحملة الفرنسية على مصر والثورات التي قام بها المصريين لمقاومة هذه الحملة وكذلك سوف نستعرض أيضا الحملة الفرنسية على الشام والنتائج التي ترتبعت على الحملة الفرنسية على مصر فتعالوا بناء أعزائي الطلبة والطالبات لنتعرف على هذه الأحداث الحملة الفرنسية على مصر مقدمات الحملة تعد الحملة الفرنسية على مصر والشام والتي أتت إلى مصر ما بين عامي 1798 حتى عام 1881 جزءا من التنافس الاستعماري بين إنجلترا وفرنسا على المستعمرات وقد بدأ هذا التنافس في القرن السابع عشر الميلادي واستمر طوال القرن الثامن عشر حتى أرسل القنصر الفرنسي في مصر تقارير يحث فيها حكومة الثورة الفرنسية على إرسال حملة عسكرية لإنقاذ التجارة الفرنسية وتأمين تجارة فرنسا في المنطقة من خطر المماليك وهنا يأتي سؤال بما تفسر مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر إذن ما هي أسباب الحملة الفرنسية على مصر؟ كان أولها موقع مصر الاستراتيجي على الطريق بين الشرق والغرب تعويض فرنسا عن فقدان مستعمراتها في الهند وكندا استغلال موارد مصر المادية والبشرية قطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند الحملة الفرنسية على مصر أعد نابليون بونابرت جيشا سرا واستحب معه مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفرنسية ويتبادر إلى ذهننا سؤال بما تفسر استحاب نابليون العلماء معه في حملته على مصر استحب نابليون العلماء معه في حملته على مصر لدراسة أحوال مصر من جميع النواحي وكيفية استغلال مواردها وحمل معه مطبعة عربية وأخرى فرنسية لطبع المنشورات للأهالي تعالوا بنا أحباء الطلبة لنتعرف الآن على خط سير الحملة فوج المماليك في أوائل يوليا عام 1798 بوصول الحملة قرب مدينة الأسكندرية بعد إبحارها من ميناء طولون سرا واستيلاءها على جزيرة مالطة وعند وصولها إلى جزيرة كريت أصدر نابليون أوامره بأن تتجه الحملة نحو مصر وكانت قوة المماليك في ذلك الوقت قد استنزفت في النزاعات الداخلية فيما بينهم فلم يوجهوا اهتماماتهم إلى تحصين حدود البلاد لمواجهة أي أخطار محتملة وقبل أن تصل قوة المماليك من القاهرة بقيادة مراد بيك لملاقات الفرنسيين كان أهالي الأسكندرية بزعامة السيد محمد كريم حاكم المدينة قد واجهوا قوات الحملة ولهذا اعتقلته القوات الفرنسية ثم أعدم رميا بالرصاص في سبتمبر عام 1798 بالقاهرة وواصلت القوات الفرنسية زحفها في طريقها إلى العاصمة فالتقت بقوات المماليك بالقرب من شبرخيت في البحيرة في يوليو عام 1789 موقعة شبرخيت كانت ما بين الفرنسيين ويقودهم نابليون ضد البماليك وكان من نتائج موقعة شبرخيت انهزم مراد بيك وتقهقر جنوبا للدفاع عن القاهرة الموقعة الثانية كانت موقعة امبابا أطرافها كانت ما بين الفرنسيين ويقودهم نابليون أيضا ضد المماليك بقيادة مراد بيك نتائجها انهزم المماليك وفر مراد بيك إلى الصعيد وهرب إبراهيم بيك ومعه الوالي العثماني إلى الشام إذن التقى بهذا الشكل المماليك مع الفرنسيين في موقعتين الأولى كانت موقعة شبرخيت والثانية هي موقعة امبابا يأتي الآن سؤال بما تفسر هزيمة المماليك أمام الحملة الفرنسية في شبرخيت وامبابا كان سبب هزيمة المماليك بسبب اعتماد المماليك على الفروسية بينما كان الفرنسيون يستخدمون المدافع والمعدات الحديثة دخول القاهرة دخل نابليون بونابرت القاهرة في يوليا عام 1798 ميلادية وذلك بعد أن أمن العلماء والمشايخ في الجامع الأزهر على الأرواح والأموال الموقعة الثالثة موقعة أبي قير البحرية تاريخها كان في أغسطس عام 1798 أما أطرافها فكانت بين الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون ضد أسطول الحملة الفرنسية وأيضا كان في خليج أبي قير نتائج موقعة أبي قير البحرية واحد هو تحطيم الأسطول الفرنسي وإغراقه أي انتصار الأسطول الإنجليزي اتنين قضى على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط حرمت الحملة في مصر من إمدادات فرنسا لها وشعر الجنود الفرنسيون بأنهم محاصرون داخل مصر بدأ نابليون بونابرت يفكر جديا في استغلال موارد مصر وفرض الضرائب على المصريين وحصار الأسطول البريطاني للشواطئ المصرية الشمالية ساهم تحطيم الأسطول الفرنسي في موقعة أبي قير البحرية في حصار الأسطول البريطاني لشواطئ مصر الشمالية وقد أدى ذلك إلى توقف حركة التجارة الخارجية وتشجيع الباب العالي أي السلطان العثماني للتحالف مع بريطانيا لإخراج الفرنسيين من مصر تعالوا بنا أعزائي الطلبة لنتعرف على مقاومة الشعب المصري للاحتلال الفرنسي المقاومة حباء الطلبة معناها هي رفض الشعوب للاحتلال ومظاهره ودفعه عن البلاد فتتمثل مقاومة الشعب المصري في جزئين أولها هي مقاومة أبناء الصعيد الثانية هي الثورات تعالوا بنا الآن لنتعرف على مقاومة أبناء الصعيد بما تفسر فشلت القوات الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد لأنهم اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقة والتي بذلك أنهكت قوة الفرنسيين نظرا لطول الوادي واستمرت مقاومة أبناء الصعيد طوال فترة الاحتلال الفرنسي لمصر نتائج فشل الفرنسيين في السيطرة على الصعيد أدى ذلك إلى تعاظم الشعور الوطني ونمو الوعي القومي تجاه الاحتلال الفرنسي تعالوا بنا الآن لنتعرف على النوع الآخر من المقاومة وهو الثورات كان أولها ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الأولى كانت في أكتوبر عام 1798 بما تفسر قيام ثورة القاهرة الأولى أي يريد هنا الأسباب التي أدت إلى ثورة القاهرة الأولى واحد هو فرض نابليون بونابرت ضرائب فادحة وخاصة على التجار اثنين قيام قوات الاحتلال الفرنسي بتفتيش البيوت واقتحام الحوانيت بحثا عن الأموال ثلاثة هدم أبواب الحارات والضروب لمطاردة عناصر المقاومة أربعة هدم كثير من المباني والآثار والمساجد بحجة تحصين القاهرة تعالوا بنا لنتعرف على أحداث ثورة القاهرة الأولى أصبح الأظهر الشريف هو مقر لقيادة الثورة وتنظيم حركة الجهاد ضد قوات الاحتلال بأسلحتهم وازدادت شدة المقاومة وامتدت الثورة إلى الأقاليم المجاورة وقتل حاكم مدينة القاهرة الفرنسي واستخدمت قوات الاحتلال الفرنسية سياسة القمع والإرهاب لإخماد الثورة ودخل الفرنسيون الجامع الأظهر بخيولهم مما أثار الشعور الديني لدى المصريين ما النتائج المترتبة على ثورة القاهرة الأولى؟ أعدم الفرنسيون الكثير من الأهالي والثوار فرضت الغرامات المالية على التجار والعلماء وشرعت القوات الفرنسية في تحصين مدينة القاهرة تعالوا بنا الآن لنرى الحملة الفرنسية على الشام في عام 1799 ما هي بدايات هذه الحملة؟ كان من أسبابها هو تحالف الدولة العثمانية مع إنجلترا وروسيا للاشتراك معا في إخراج الفرنسيين من مصر طبعا وذلك بالقوة العسكرية وتحقيقا لذلك أعدت حملة بحرية في جزيرة رودس لغزو مصر من الشمال وحملة أخرى برية لغزو مصر من الشرق عن طريق الشام أسبابها هو رغبة نابليون في القضاء على الجيش العثماني قبل وصوله مصر وتاني سبب هو رغبة نابليون في السيطرة على موانئ الشام وفك الحصار على الشواطئ تعالوا بنا لنتعرف على خط سير الحملة تحرك نابليون بونابرت بقواته إلى الشام من جهة العريش وذلك في مارس عام 1799 واستولى في طريقه على العريش وغزة وحاصر يافا حصارا شديدا مذبحة يافا البشرية وبعد استيلاء نابليون على يافا أعدم جميع أفراد حاميتها البالغ عددهم أربعة آلاف مقاتل رغم تأمينه على أرواحهم أي بمعنى خانهم بعد أن أمنهم على أرواحهم قتلهم مرتكبا بذلك جريمة بشعة والتي سميت باسم مذبحة يافا البشرية مما كان له الأثر الكبير في مقاومة جنود عكة عن مدينتهم بقيادة أحمد باشا الجزار بمعاونة الأسطول البريطاني وإمداده للمدينة بالمؤن والذخائر فاضطرنا بليون بونابرت للعودة إلى مصر تعالوا الآن أحباء الطالبة لنتعرف على موقعة جديدة وهي موقعة أبي قير البرية وصل الأسطول العثماني عند أبي قير في يوليا عام 1799 مما أدى إلى اشتباك قوات الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت مع قوات الأسطول العثماني وهزيمة القوات العثمانية رحيل نابليون وفي تلك الأثناء وصلت رسالة لنابليون توضح المتاعب التي تواجهها فرنسا وذلك على أثر قيام حرب تحالفت فيها أوروبا ضد فرنسا فقرر نابليون العودة سرا تاركا أمر الحملة لنائبه كليبر في يوم 18 أغسطس عام 1799 تعالوا بنا الآن لنرى مرحلة جديدة تمر بالحملة الفرنسية في مصر وهي في عهد كليبر كليبر والحملة بما تفسر إدراك كليبر لاستحالة بقاء القوات الفرنسية في مصر لماذا يرى كليبر أن بقاء الحملة الفرنسية في مصر أصبح مستحيلا ترك نابليون مصر والأخطار تهدد الحملة الفرنسية من كل جانب فالجيش في تناقص عددي وذلك بسبب المعارك والحروب الداخلية والخارجية وأيضاً الدولة العثمانية التي أرسلت حملة أخرى إلى العريش وضميات أيضاً المماليك عادل المقاومة إذن بذلك الجيش الفرنسي في تناقص الدولة العثمانية ترسل حملات المماليك يقاومون وأيضاً تجد الثورات المصريين في الشرقية وامتدت إلى وسط الدلتا وغربها كل هذه الأحداث والأخطار تهدد وجود الحملة الفرنسية في مصر ولذلك قرر كليبر عقد معاهدة العريش قرر كليبر أن يتفاوض مع الدولة العثمانية على الخروج بجنوده إلى فرنسا على نفقة الدولة العثمانية فشل المعاهدة رفضت الحكومة البريطانية هذا الاتفاق وطلبت استسلام الجيش الفرنسي فرفض كليبر وقام بمهاجمة القوات العثمانية وأعادها متقهقرة أي مهزومة إلى الشام مرة أخرى وفي هذه الأثناء حدثت ثورة القاهرة الثانية في مارس وإبريل عام 1800 بما تفسر قيام ثورة القاهرة الثانية أسباب ثورة القاهرة الثانية هي استغلال المصريون خروج كليبر لمطاردة الأتراك بالشام ضيق الزعماء المصريين بالوجود الفرنسي بعد فشل المعاهدة أي معهدة عريش تظهر الأحوال الاقتصادية بسبب فرض الضرائب إذن هذه كانت هي أسباب ثورة القاهرة الثانية فتعالوا بنا الآن لنتعرف على أحداث ثورة القاهرة الثانية قام المصريون بثورة عارمة بزعامة السيد عمر مكرم وكان عمر مكرم نقيب الأشراف ضد قوات الاحتلال الفرنسي حيث أقيمت المتاريس وحفرت الخنادق وأغلقت أبواب المدينة نتائج ثورة القاهرة الثانية نجحت القوات الفرنسية في إخماد الثورة سريعا ودمر فرنسيون حي بولاق بالكامل واشتد كليبر في فرض المزيد من الغرامات ومصادرة الأموال وفي هذه الأثناء قتل كليبر في يونيو 1800 على يد سليمان الحلبي أحد طلاب الأزهر وتولى قيادة الحملة في مصر من بعده مينو مينو وجلاء الحملة كلمة جلاء أحباء الطلبة معناها هو رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل تولى مينو الحملة وكان ينوي الإقامة في مصر لكن مينو كان ينوي الإقامة في مصر وتحويلها إلى مستعمرة فرنسية وتحقيقا لذلك قام بوضع خطة إصلاحية في الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والنظام القضائي جلاء الحملة الفرنسية أي رحيل الحملة الفرنسية أرسلت هنا باء إنجلترا أسطولا حربيا إلى أبيقير وكان ذلك في فبراير عام 1801 وانضم إليه جيش عثماني ولم تستطح هنا القوات الفرنسية المقاومة واستسلمت أمام القوات الإنجليزية العثمانية التي دخلت مصر وغادرت الحملة الفرنسية مصر في سبتمبر عام 1801 ميلادية نتائج الحملة الفرنسية حيث لم تكن الحملة الفرنسية على مصر مجرد حملة عسكرية تقليدية للغزو والاحتلال حيث استحب نابليون بونابرت مع الحملة مجموعة كبيرة من العلماء في مختلف المجالات كما عمل نابليون على تنظيم أمور الإدارة والحكم في مصر كما في فرنسا بعد الثورة الفرنسية ولهذا تركت الحملة عثارا بعيدة المدى وعميقة الأثر تمثلت فيما يلي أولا نمو الروح القومية حيث أيقظت الحملة الفرنسية الروح القومية لدى المصريين فقاموا يدافعون عن وطنهم بالمال والسلاح والأرواح وظهر ذلك جليا بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر حيث تمسك المصريون بحقهم في الحرية وفي تقرير مستقبل بلادهم واختيار حاكمهم ثانيا الأعمال الكبرى التي قام بها علماء الحملة الفرنسية محاولة شق قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ولكن لم تنجح الفكرة بسبب خطأ في حسابات مستوى مياه البحرين وجمع معلومات ضخمة عن مصر في مختلف المجالات وتأليف كتاب وصف مصر وهو أول موسوعة حديثة عن مصر تناولت كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنون المصرية القديمة أيضا العثور على حجر رشيد مما مكن العالم الفرنسي شامبيليون من قراءة ومعرفة اللغة المصرية القديمة وما ترتب على ذلك من التعرف على التاريخ المصري القديم وكان الضابط الفرنسي بوشار قد اكتشف حجر رشيد في يوليا عام 1799 ثالثا توجيه أنظار الدول الأوروبية إلى أهمية موقع مصر الجغرافي حيث وجهت الحملة الفرنسية أنظار الدول الأوروبية عامة وإنجلترا خاصة لأهمية موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي فكان حرص بريطانيا على السيطرة عليها وقد تحقق لها ذلك باحتلالها مصر عام 1882 رابعا نظام الحكم والإدارة أنشأ نابليون بونابرت الديوان العام ودواوين الأقاليم وديوان القاهرة وهدفت تلك الدواوين إلى تدريب الأعيان والعلماء المصريين على نظام مجالس الشورى من حيث الاستشارة وتلقي الأراء فيما يعود على الأهالي بالنفع العام في المجالات المختلفة خامسا الأثار الاقتصادية والاجتماعية وضعت بعض المشروعات للإصلاح الاقتصادي في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وخاصة في عهد مينو كان منها مشروع مينو العظيم والذي تمثل في الزراعة كان المشروع يهدف إلى تنويع الحاصلات بزراعة العديد من المحاصيل الزراعية والاهتمام بمشاريع الري الصناعة اخترح مينو إنشاء مصانع للنسيج وبعض الصناعات الدقيقة والدباغة وصناعة حروف الطباعة أما التجارة فقد استطاع مينو أن يفتح أسواقا لمصر في بلاد البحر الأحمر وضارفور في السودان والحبشة وبلاد شمال أفريقيا الصحة العامة حيث تم إنشاء المحاجر الصحية في القاهرة والعديد من المدن الأخرى وفي نهاية حلقتنا أحباء الطلبة والطالبات أرجو أن نكون قد تعرفنا على أسباب الحملة الفرنسية والنتائج التي ترتبت على هذه الحملة وإلى حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر